احنا بقى جننا فرقتين افسادوا على الناس قيمة نعمة العقل عندهم شوية مصائب الفرقة الاولى فريق اول قالوا ان الدين لا عقلاني وعندهم قضية زائفة مشهورة بيقولوا عنها ان في تعرض ما بين العقل وما بين النقل ما بين النص يعني ما بين العقل وما بين النص وما بين الرسالات والكلام ده في الحقيقة كلام سخيف ان في تعرض ما بين العقل والنقل محدش قال ابدا ان العلم عندنا ما بيعتمدش على العقل ولا ان الشريعة ما تعتمدش على العقل ده كلام زائف كلام زائف موروث من حضرات اخرى ومن ثقافات اخرى ما لا يجدعه بالثقافة ولا حضارة الانسانية الاسلامية ولا حضارة المباركة دي لذلك حتى هتلاقي ان اوائل الاشياء اللي بتدرس في علم العقيدة حاجة اسمها اقسام حكم العقل عارفين اقسام حكم العقل اللي ايه اقسام حكم العقل الى محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز وسالس الأقسامي فافهم ونحتلزة الافهام يعني ايه يعني اول حاجة بندرسها في علم العقيدة عشان نعرف ان احنا هننظر في تعرفنا على الله بالعقل فالانسان لما يفهم احكام العقل بيصد ان الكون ده ليه خالق اخرجه للوجود فيؤمن بالله سبحانه وتعالى خالقا ويؤمن ان الكون مستحيل عقلا ان يكون اتوجد بنفسه لانه محتاج لموجد يخرجه من العدم الى الوجود ده الفريق الاولاني فريق اللي قال ان فيه تعارض ما بين النص ما بين العقل والنقل طب هو عمل كده ليه الشخص الفريق ده عمل كده ليه لانه هو عايز يتعامل مع الدين الاسلامي زي ما حصل في الحضارة كلها ان الدين ما بيحبش العقل بس الوقع اللي هو وقعه بقى ان الدين هنا ان الاسلام بيحب العقل تاني تاني فريق بقى وده فريق بردو بشع تاني فريق عندنا قاله ان المنطق يخرج الناس عن اتباع الشر اللي هم المتطرفين وإن اللي يحصل ويدا الناس بمقولة غريبة عجيبة وإن العقل لابد ان هو ينحى وإن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بحاجة ليس لنا أن نتفكر والناس ديولا بيقولوا حتى حتى الكلام المصري الجميل بتاعنا ربنا عرفوه بالعقل يديقهم جد لكن الله سبحانه وتعالى جعل العقل وسيلة ومش هنهتم بانهم مديقين من ده وجعل العقل وسيلة لفهم الكتاب والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ده ولذلك لما جي الفريق الأول واتهم الدين أنه مش عقلاني ولما جي أصحاب التدايون الكمي الفريق الثاني والفكر المتطرر فهضروا قيمة المنطق بقت الناس تنفر من دين الله ويزداد تشككهم وشاشتهم لأنهم ما بقوش يحسوا بالأمان وما بقوش يحسوا أن عندهم سند رحيم كريم فيجي أصحاب التدايون الكمي يقولوا لا تبتسم إلا لتقي فالناس تحس بالتناقل منين بقى لما ابتسمش غل واحد تقي ومنين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا متبسما ولما يسأله رجل أي الإسلام خير فيقول صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف فالناس يحسوا أن دين ربنا دين متناقض منين أسلم على من أعرف ومن لا أعرف ومنين أن تبسمي هيكل فئة معينة دون الكل وساعات عهد التدايون كم دول بيعملوا مغلطة منطقية كده يجعلوا مجرد تفكيرهم في الشيء بيجعلوا حقيقة يعني كلهم يفكروا في حاجة يبقى دي حقيقة في الدين فما عندهمش فرق من بين الممكن والواقع يعني كل شيء يمكن حدوثه يخليه واقع زي إيه مثلا زي إن فيه احتمال إن المرأة لما تخرج تتعرض لتحارج فيتعامل مع الممكن ده على إنه واقع فيرب بناته على هذا الأساس فيخلي المرأة تحب تحب إيه اللي بتحب تخرج يخليها عندنا انتكاس في الفطر يعني المرأة اللي تحب تخرج من بيتها عشان تشتغل عشان تفيد المجتمع عشان تدعم أسرتها عشان أي حاجة يخلي ده عندها انتكاس في الفطر وكل ده فالاستاذ عارض في أسباب إهمال المنطقة لأنه خلى المرأة خلى احتمال إنها يتحرش بها واحتمال إنها تفتن واحتمال إنها تقع في الأخلاق الزميمة ده واقع فيه بقى المرأة لو خرجت من بيتها بقيت فيه مشكلة في ديانتها بس ده ما حصلش ممكن ولا مش ممكن يا سيدي ما وفيه فرق ما بين الممكن والواقع لا هو ما عندهش كده هو عنده كل ممكن واقع زي مثلا ممكن المرأة تفتن الرجال ممكن ممكن احتمال وممكن رجال يفتنهم مرأة على فكرة برضو يعني يقولك لا يبقى بدل لا ممكن والمرأة كده فتنة يبقى المرأة بتقوم بدور الشيطان يبقى المرأة شيطان ويصرخ واحد منهم مرة يقولك ابعد عنها نقوم بلا موقودة هتفرقع في وشك في اي وقت انت بتكلم عن امك بتكلم عن اللي جابتك للدنيا بتكلم على الكريمة اختك بتكلم على الكريمة بنتك اللي هتكون باب اللي هتكون مفتاح لدخولك الجنة ده رسول اللي قال اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوا ثلاثة من هاتيك البنات هيكونوا هم سبب من دخوله جنة لكن الشخص يفضل يكرس المسألة دي لغاية ما الستات دلوقتي ظنوا ان انستهم وكونها امرأة ده نوع من انواع ماذا نوع من انواع للأسف نوع من انواع الوصمة ترجمة نانسي قنقر